تحية طيبة وسلام المسيح معاكم أهلا وسهلا بكم بتأملنا بهذا اليوم من عمد الرب هاليوم رح نتأمل على موضوع اللي هو الخوف بإنجيل مرقص أصحاح الخامس والعدد خمس وثلاثين وست وثلاثين أكو مقطع قصير رح نقرأ مكتوب وبينما هو يتكلم أي المسيح يسوع جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين ابنتك ماتت لماذا تتعب المعلم بعد فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت فقال لرئيس المجمع لا تخف آمن فقط دائما نحن نقيس الخوف أو نقارن الخوف بالشجاعة أو القوة ونعتبر الأقوياء ما يخافون وماذا يحتاجون للتشجيع لأنهم شجعان أصلا يعني لكن الحقيقة مختلفة جدا عكس الخوف هو الإيمان الثقة بقوة الله والاعتماد عليه هو أكيد كل واحد بنا مر بمخاوف كبيرة وصغيرة وغالبا اعتمدنا على أشخاص لكن المسيح بيقول لك هاليوم لا تخاف آمن فقط خلي ثقتك بالرب هاليوم في مرضك في تعبك باشتياقك بمستقبلك المجهول لأنه هو اللي عنده كل السلطان الله هاليوم يريد يشجعك ويقول لك لا تخاف الخوف بيكسر الخوف بيعطل الخوف بيخليك فعلا توقف بمكانك لكن المسيح بينطينا العلاج عكس الخوف هو الإيمان الإيمان والثقة بهو من هو يقدر يعمل أكثر من ما نقدر نتوقع ونقدر نتخيل خلينا هاليوم فعلا ناخذ هالقرار أنه أريد أكون مؤمن باللي أكبر من ظروفي خلينا نصلي هالصلاة القصيرة يا بانا السماوي احنا منشكرك من أجل وجودك بحياتنا نشكرك يا رب من أجل أنه فعلا أنت صاحب السلطان وهاليوم انت تريد فعلا تحررنا من الخوف تساعدنا من المخاوف اللي دا نمر بيها وخلينا نشوف الأمور من منظورك أنت يا سيد بإسم المسيح يسوع وصلي آمين آمين الرب يباركك وإيش حياة الإيمان بالمسيح يسوع اشتركوا في القناة